العمل خطة مكنت فرقته من الاستحواز ومن السيطرة ومن خلق فرص متعددة للخطورة ولا كان لها أنشلوتي اللي أرى إمكانيات ليفر بول وقدر بلدغة واحدة يخلص المباراة ويحسم اللقب لصالحه هم الاتنين الحقيقة يعني أنشلوتي أنا في رأيي أنه هو أرى فرقة ليفر بول بشكل طبعا مميز جدا وبشكل قوي جدا وعرف يلعبهم إزاي الحقيقة يعني هو يمكن أن بقى الشوت الأولاني كله ما جذفش خالص حتى الباكين ما بطلعوش خالص هل فرقة كلها كتوقفة وراء كابتن هو معتمد أن في ليفر بول صلاح ومنين في سرعات طبعا سرعات كبيرة جدا ودياز رغم أن بس دياز والحقيقة ومنين ما كانوش في الحالة بتاعتهم في الفورمات بتاعتهم لكن هو أرى أنه لو جازف وضغط على ليفر بول هيتوجد مساحات كبيرة جدا جدا وكان ممكن يضرب الحقيقة هو أرى ليفر بول بشكل قوي جدا يمكن أقول لك حاجة يا أحمد الحقيقة كلوب رغم أن أنا بعتبره من أفضل مدربين العالم لكن هو مبارح من يعني أنا بقول أنه هو جبروت أن بيلعب بريال مدريد ويقوم ضاغط من أول دقيقة وبيضغط على إيه؟ بيضغط على كورتوة لما بيستلموا الكرة أو بترجعوا الكرة حد بيروح يضغط عليه دياز بيروح يضغط عليه ما نيه بيرو بيرو بيضغط عليه فعمل بزل مجهود جبر في الشوت الأولاني الحقيقة يمكن أعتقد أنه عشان يكمل الشوت التالي بنفس البدل ده كان صعب جدا جدا لكن طبعا أنا في رأيي أن هم مش محظوظين مبارح مش موفقين مبارح الحقيقة وعاوز أتكلم على صلاح الحقيقة صلاح الموسم ده من أفضل موسم صلاح من ساعة محترف ومن أفضل موسم ليفر بول برضو طبعا 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 وفي نفس الوقت صلاح يعني عاوز أقول لعبتنا ونجومنا الحقيقة صلاح بيشتغل على نفسه بشكل يعني قوي جدا 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 أي نقص عند صلاح هو بيعرف يشتغل على نفسه صلاح النهاردة كان عنده الحاجات المهارية الحاجات اللي في المساحات الدايئة ما كانتش عالية النهاردة صلاح بيفوت من أربع لعبها بمنتهى السهولة نعم